موسيقى سعادة الله وقاتكم بكل خير وسهلا بكم مشاهدين الكرام في مستهل حلقة جديدة من برنامج هذا المساء في هذا البرنامج سنتناول في هذه الحلقة الملتقى التشاوري لعلماء الساحل والسودان المنظم من طرف المنتدى الإفريقي لتعزيز السلم الذي يرأسه الشيخ العلامة الشيخ عبد الله والبي سنتناول هذا اللقاء التشاوري والأهداف المرسومة له والآليات التي ستتبع لذلك سنتناول أعمال هذا اللقاء وكيف سيعالج ضيوف الأكارم هذا الموضوع الهام يسعدنا في هذه الحلقة ستضيف النقاش هذا الموضوع السادة سيد حمز المحفظ هو مسئول لجنة الإعلامية المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم أهلا وسلم بكم أستاذ شكرا جزيلا على قبول الدعوة السيد دكتور خالد سيف الإسلام سنة وهو عضو مجلس كباري العلماء ببركينة فاسو أهلا وسلم بكم شيخ خان الكريم شكرا جزيلا على قبول الدعوة دكتور مرتضى الغالي وهو صحفي وأستاذ جامعي أهلا وسلم بكم دكتور راني الكريم شكرا جزيلا على قبول الدعوة والإمام محمد ماجد وهو مدير مركز آدم الإسلامي ومنفوض الحقوق الدينية بأمريكا هل سهلا بكم من شخنا شكرا جزيلا لكم جميعا على قبول الدعوة وشاهدنا قبل أن نبدأ النقاش في حلقتنا هذه نتابعوا هذا التقرير الذي يمهده للموضوع نعود بعده بحول الله السلم والاستقرار في إفريقيا خيار يصر منتدى تعزيز السلم وشركاء على فرضه ونقاش آلياته التي يعتبر القائمون عليها أنها أصبحت ملحة للتصدي لأزمات يعاني منها العالم وأجمع فبعد النجاح الذي عرفته النسخ الثلاثة السابقة يواصل المؤتمر الإفريقي سعيه إلى تأصيل السلم ومبدأ الحوار والمصالحات وصناعة نموذج إفريقي في الرد على خطاب العنف والإرهاب الذي يستخدم الدين لأغراضه المدمرة نموذجا يمتاح من ذراء تراثين الثقافية وتعدد روافدنا الحضارية وتنوع نظمنا الاجتماعية وفي سياق ما تعانيه منطقة الساحل والصحراء منذ عقدين من الزمن من شتى الماط العنف والاحتراب الأهلي وداء الغلو والتطرف ومرض الإرهاب التي استشرا فيها حتى أصبحت مسرحا لانتهاكات حقوق الإنسان والمذابح العرقية والعنف المتبادل منطلاقا مما جاء في إعلان واكشوت الصادر عن ملتقاه الأول سنة 2020 والذي دعا إلى ضرورة تشجيع أساليب الوساطات والتحكيم وتفعيل أدوات الصلح وإنشاء هيئات وأجهزة ووزارات للمصالحة والسلم في الدول يعود منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في حلة جديدة لانتشار السودان من بؤرة العنف والتطرف في مبادرة لقاء يونيو 2023 الذي أجري تحت شعار قوله تعالى وأصلحوا ذات بينكم من أجل التباحذ مع نخبة من صناع القرار والعلماء الربانيين والقادة الدينيين وزعماء المجتمع من السودان وسائر دول الساحل للخروج بمبادرة للصلح واستعادة السكين في السودان ترتكز حولها ثلاث مخرجات أولها إصدار نداء للسلام يذكر بمبادئ الدين المحكمة في تعظيم شأن النفس البشرية وحرمة الاقتتال والاحتراب ذانيا وطع ملامح وساطة يقودها نخبة من العلماء وقادة المجتمع برعاية من المنظمات الدولية والحكومات الوطنية تنزل إلى الميدان لتسهم من موقعها الأخلاقي والديني والرمزي في دعم المساح الحميدة التي تطلع بها الجهات الدولية لإسكاة البنادق وبناء الثقة واستعادة السكينة ذالثا تشكيل القافلة الإفريقية للسلام التي توكل إليها مهمة التواصل مع صناع القرار والعلماء والنخب الثقافية والشبابية في مختلف دول الساحل لتوصيل رسالة المؤتمر الإفريقي لم يكن مشاهدنا الكرام من شديد أستاذ هذا الملتقى التشاوري الذي يحمل عنوان ملتقى تشاوري العلماء الساحل والسودان ما أهدف هذا الملتقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أولا نشكر قناة الموريتانية على هذه السانحة التي عودتنا عليها إذا أنها تعتبر بالنسبة لنا شريك في هذا المسعى إذا نسعى من خلال المتدى الإفريقي تعزي السلم إلى إشاعة ثقافة السلم في منطقتنا في منطقة الساحل وهذا طبعا له امتدادات أخرى كلما تطلب الأمر أن يتدخل في منطقة من المناطق الملتهبة ليكون المتدى الإفريقي تعزي السلم مستعد للمبادرة وهذا ما حصل الآن لأن منطقة السودان السودان الشقيق يمر بأزمة تكاد أن تفتك بكل شيء في السودان وبالتالي كان لزاما على المتدى الإفريقي تعزي السلم أن يلعب دوره الطبيعي أن يتدخل أن تتدعى إليه هذه الكوكة بين العلماء والمزراء والمثقفين وصناع القرار لكي يتدارسوا على استعجال هذا الوضع الخطير طبعا المتدى الإفريقي تعزي السلم يرأسه الشيخ عبد الله بن بي والشيخ له تجارب كبيرة وله تاريخ وله باع طويل في إشاعة ثقافة السلم يعني تغطوف حتى العالم يعني يملك نظرة بعيدة جدا إلى أن السلم كما هو معروف أنه حاضنة للكليات الخمس وأنه من غير سلم لا يمكن أن يكون هناك حياة وبالتالي الصراع الصراع البقاء دائما يقول الشيخ عبد الله بن بي أن الصراع البقاء لا يؤدي إلا إلى الفناء خاصة إذا كان هذا الصراع صراع بين يعني صراع بين الشقاء كما يحصل الآن في السودان وبالتالي لأن هذا الوضع الحرش يكاد أن يكون أمر خطير جدا أو كان أمرا خطيرا فعلا صار أمرا خطيرا يتطلب التدخل جاء هذا اللقاء التشاوري يجمع عقلاء المنطقة وحتى مع بعض المنظمات الخارج عن القارة وبعض النشطاء في كل قارات العالم الذين يمكن أن يؤثروا في المشهد في السودان أن يجتمعوا ويتدارسوا هذا الوضع وأن يخرجوا بخطة واضحة لقيادة الوساطة في السودان وساطة ميدانية وساطة علمية وساطة فكرية لأننا ننطلق من هذا المشروع أن دائما هذه الحروب ليست حروبا يعني تأتي فقط على شكل بنادق أو شكل صواريخ هذا دائما تكون شرارة شرارة فكرية شرارة فهم شرارة قلق فكري معين شرارة خلاف اجتماعي خلاف وبالتالي من هنا يكون دور العقلاء ليس الصراع المسلح سوى تجلن هذه عراض هذه عراض أما المرض الحقيقي نحن نعالش نحن ننظر إلى هذه الحروب أنها عراض لمرض حقيقي هو التطرف الفكري وعدم التناغم بين المكونات المجتمعات المختلفة لأن طبيعة الإفريقيا أنها تتكون من مكونات مختلفة من عراق مختلفة وبالتالي كل ما حصل سوء تراهم على المستوى الفكري أو الاجتماعي يتطور هذا إلى مواجهة مسلحة وبالتالي نتدخل لكي نزيل هذا دكتور الوضع في الساحل والسودان محيطنا للإفريقي يعاني عدة تحديات أبرزها هذه الحركات المتطرفة هذا التهديد الأمني الاشتباكات مسلحة هنا وهناك في ظل هذا الوضع الراهن كيف لمؤتمرات مثل هذه كيف لهذه المؤتمرات وهذه النخب التي تتدعى في هذه اللحظات أن تسهم بشكل فاعل وفعال في حل حدث هذه الزمات وإنارة الطريق والخروج بهذه المجتمعات وهذه الدول من هذا الوحل الذي تقع فيه مع الأسف منذ فترة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله بادئ ذي بدء لا بد لي من الشكر لشعب الموريتاني الأصيل شعبا وقيادة وحكومة وأخص بشكر مولانا الشيخ المجدد عبد الله بن بية مرشدنا وقائد ركبنا وفخرنا وملاذنا أيده الله بنصره الذي كان سببا في لقاء هذه الكوكب من العلماء الذين بهم تحلوا يقد هذه الأمة وتحلوا مشاكلهم ومعضلاتهم فللعلماء دور بارز في إيجاد الحلول الناجعة لكل ما يستجد في الأمة من مشاكل ومعضلات وحروب وخلافات ونزاعات إذ هم ورثة الأنبياء الذين ورثوا من الأنبياء هديهم وحكمتهم وأقولهم الكبيرة التي تأخذ منهم ما تستنار به الدروب وتعالج بهم الفتن والمشاكل التي لا بد في هذه الحياة أن تتجدد هذه المشاكل يقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه قال لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار فما دمت في هذه الحياة سترى ما يسرك وما لا يسرك وترى الحرب والسلام كل شيء قابل لأن ترى في هذه الحياة لكن الله تبارك وتعالى أعطانا عقولا وأعطانا حكما نستخدمها في مثل هذه الأوقات ولا شك أن العلماء هم مظلنة وجود هذه الحلول لما يختزنونه من القوة العقلية والفكرية والروحية لإخراج الأمم من المستنقعات الحروب والفتن التي لا بد أن تقع في هذه الحياة لذلك فدور العلماء يبرز في مثل هذه اللقاءات ففي هذه اللقاءات المباركة نستخرج من كل عالم ما عنده من رصيد فكري عميق يمكن الاستفادة منها للخروج من هذه المآزق فما نراه في القارة اليوم من تطرف فكري ونزاعات على الأوطان وتخريب لها إنما هي نتيجة لأفكار خارج النطاق الهدي النبوي تفاقمت إلى أن ظهرت بشكل تطرفي فخلاصة القول كما قال ابن خلدون قال الظاهرة الظاهرة لا تعالج بحد ذاتها وإنما الظاهرة تعالج بالرجوع إلى أسبابها والقيام باجتثاث أسبابها ثم القضاء على الظاهرة فما نراه من التطرف ظاهرة ولكن لهذه الظاهرة أسباب فلابد من الرجوع إلى دراسة أسباب هذه الظاهرة والقضاء عليها واجتثاثها ثم القضاء على الظاهرة مثل المرض تماما لا تنظر إلى المرض كمرض ولكن انظر ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا المرض فتقوم بالقضاء على الأسباب ثم القضاء على المرض طيب دكتور هذه المفتقيات وهذه تجمع نخب من المجتمعات التي تعاني مثل هذه الأزمات التي يناقش هذا المؤتمر كيف للنخب وهذه المؤتمرات أن تساهم بشكل فعال في إنارة الطريق ومحاربة هذه الأفكار التي أدت لما تعاني بلداننا بكل أسف نعم هذه المؤتمرات المفتديات يعني جاءت في تجيئ دائما في وقتها يعني وإذا أخذنا النموذج بتاع السودان السودان فيه حرب مروعة جدا حرب فيها يعني بدور بصورة فيها غدر كبير جدا من الرعونة وفيها قتل وفيها اقتصاب فيها تدمير البنى التحتية وتدمير المؤسسات حرق للجامعات والمكتبات يعني ما الفضيعة جدا يعني أنا أعوز أن أنطلق من القضية التي نغشها الموتمر ثم أنظر إلى ما رأيها يعني أنا مفتكر أنه كان في توفق كبير جدا نأخذ منه سلاسة نقاط في معارية الغضية التي تدور في السودان مثلا يعني كمثال أنه التركيز الأول كما جاء في الخطابة الإطار يعني أنه المشكلة لا يحلها إلا أهلها يعني كل غطر فيه مشكلة زي المشكلة السودانية وغيرها يعني الأولى بحلها هم أهلها يعني كلام ده تردد كثير جدا وكان فيه عليه تركيز كبير منع للتدخلات السالبة من الخارج يعني والواحد يحمد نعم يحمد للمؤتمر أنه عمل ده بند أساسي جدا طوال يليه البند الثاني اللي هو على قدر كبير جدا من الأهمية يعني لا يقبل أي تهاون وهو الحياد بين الأطراف المتصارعة أي محاولة إذا عاوز تتوصف أو توافق بين الناس أو تتدخل بالحسنة فما ممكن تميل لطرف وعلى طرف آخر معناه فقدتها على مسافة واحدة مسافة واحدة من المتحاربين لأنه في كلام كثير جدا في أزة كثير جدا وقع على السودان حتى خلال الحرب وإلى الآن من محاولة يعني تجيير الموغف الأطراف دون طرف الأطراف المتحاربة المجتمع الدولي المواسيقة العالمية وكلها بتقول إنه في طرفين حملين السلاح معناه يجب أن الآخرين يغيرهم مسافة واحدة منهم أي يعني حتى الشعب داخل السودان يعني طبعا سودان بعد الحرب يدرفه لغة كثيرة جدا وتغير كبير جدا في المفاهيم والمواضعات والكلام بتردد في الصحافة وفي المجتمعات وفي وسائل الاجتماعية بمحاولة يعني تخوين الآخر الذي لا يغف مع الطرف المعين في طرفين متحاربين لازم نأخذ منهم موقف الحياد إلى أن تحل هذه المشكلة البعد الثالث اللي هو كان برضو فيه توفيق خبري جدا يعني ربط المشكلة التي تدر في السودان بالغرنة الأفريقي وبالجوار الأفريقي دي برضو كان فعلات تركز جدا في الخطاب الإطاري وفي المتحدثين إنه دي نرجع لنظرية حجار الدومينو وتأثير الفراشة حصلت بؤرة فيها السودان فيه يعني نزاع مسلح شرس بهذه الدرية متدخل فيه أطراف والسودان عنده حدود واسعة جدا معناها في الالتهاب حيكون في الغرنة الأفريقي حيكون في تشاد حيكون في البحيرات حيكون في مراءها زي ما هو حاصل عندنا بؤرة بتاعة نزاع في الساحل وكده شان كده هذه أنا أفتكر المؤتمر الأفريقي يعني إذا إختار هذا الجانب من العمل أفتكر ده موضوع مهم جدا جدا لأنه دي بؤرة في أفريقيا الغارة البكرة الواعدة وعندها حزام بتاعة دائر فوق صراحة شديد جدا متدخل فيه عامل كثير جدا منها الإرهاب بمنظمات المختلفة يعني والتدخل الأجنبي بالأسلحة وغيرها وإلى آخرين فمن باب التوفيق أن يكون النموذج نغر ونعترف ونوغن بأنه إذا حصلت بؤرة نزاع في أي غطر من هذه الأغطار أو من هذه المجموعة أو في هذا الإغليم معناها حتنتغل ضد ضرورة يعني وتشعل النار في الإغليم كل يعني وبالتالي تتأثر الغارة بكل هذا معنا لي يعني في هذه السانعة دكتور أستاذ في نفس الإطار هذه المؤتمرات التي عادة ما توجه بعض انتقادات من هذه المؤتمرات أنها رقاءات تشاورية ومحاضرات وتوصيات تبقى حبر على ورق لا تتبعها آلية واضحة للمتابعة والتدقيق والحتى على الأقل العمل الجاد بهذه التوصيات من المعروفة دور المفكرين والعلماء والنخب والإعلام هم قادة الرأي هم الموجهون وهم المعلمون كيف لهم و لنا جميعا أن يلعب كل واحد من دوره في هذه المسألة حتى نحارب هذه الأفكار الهدامة وحتى نقف في وجه تمددها ونخرج ببلداننا من هذه المآزق التي تتربص بها أولا شكرا جزيلا لكم للصدافة شكرا جزيلا في التوزن المرتاني وشكرا موصول أيضا للحكومة المرتانية والشعب المرتانية الكريم ولمولانا الشيخ عبدالله بن بي الذي يقود دائما مثل هذه المؤتمرات التي تدعو العقلاء للتفاكر والتفاخم حول القضايا الساخنة التي تدهم العالم العربي والإسلامي وفي أفريقيا هنا هذا المرة الثالثة أن أأتي لمنتدى الأفريقي لتعزيز السلم الملاحظ أن هذا المنتدى يسمى المنتدى الأفريقي أن القارة هذه الأفريقية يمكن لها أن تحل مشاكلها بنفسها وهو حوار أفريقي حوار أفريقي أفريقي كما قال الأستاذ الغالي وأنا في ظني أن هناك يعني في ناحيتين في هذا المؤتمر الأول قضية التأصيل والأخرى قضية التوصيل كما يقول الشيخنا عبدالله بن بي لابد من تشخيص المشكلة يقولون في الفقه الحكم على الشيء فرعاً التصوري فإذا لم يكن في تصور تشخيص نسوع علاج كما يقول نعم نعم إذا لم يكن في حوار حول تشخيص المشكلة كيف تعتفز الحلول فلابد من هذا لأنه هناك درستنا نحن في نظريات التغيير الاجتماعي أنه فيه ثلاثة نوع من الحوارات حوار للتفاهم التشاور حوار للتعاون وحوار للشراكات يعني العمل أنا في ظني أن الآن الحوار الذي يأتي الآن حول أفريقي أو حول السودان هو التشخيص في الأول أنا يعني مع الأستاذ الغالي أنه القفز للحلول أنك قبلاً تشخص الأمر وتسقط الأحكام هذا ليس من الحكمة الشيخ عبدالله بن بي وضح في كلمة الإطارية وكانت أجابت على الأسئلة لماذا هذا المؤتمر كلمة التعطيرية هذه أجابت على الأسئلة السؤال القضية الأولى في اللقاء هذا هو لبحث حول أصل المشاكل كما فضل فضلت الشيخ وكيف يمكن للناس النظر في تقريب وشاطة النظر هذه واحدة الشيء الثاني إذا كان هناك يعني شخص واحد حياته يعني حميت ويعني ويعني أحيت كما قالوا من أحياك أنا ما نحز الجميع إذا كان هناك حياة واحدة يكفي لهذا المؤتمر إذا أبو التمر هذا بسببه حمية حياة شخص واحد لا كفى هذا المؤتمر لكن أنا أقول في قضية مهمة جدا هي قضية التواصل العلماء مع الإعلام ومع صناع القرار لا يمكن أن يكون الخطيب في النمبر يقول كلام من غير أن يكون هناك تعاون بينه وبين الإعلاميين تعاون بينه والحكمات المحلية نحن يريد تفعيل دورة العالم والشيخ في التعاون مع يعني منظمة المجتمع المدني وتعاون مع الإعلام حتى يكون دورة العالم فعال يكون عالم يعيش في عصره ليس يعني منعزل من مجتمعه رائع جدا أستاذ هذا المؤتمر ويحمله هذا العنوان الكبير ويتناول هذا الموضوع الكبير ما هي أعمال هذه المؤتمر؟ كيف سيعالج المؤتمر هذا الموضوع عن طريق الندوات عن طريق الحوارات؟ ما الذي يتصور أن يخرج به هذا المؤتمر لتناول هذه الأزمات وليحل هذه الموضلة؟ شكرا وكم مدة المؤتمر كما تفضل العلماء الأساتذة بالنسبة لدور العالم هذا الشيء مهم جدا تفعيل دور العالم لأننا الآن عندما نتحدث سؤالك ماذا يمكن أن يقدم هذا المؤتمر ما دام تشاوريا حبرا على ورق هذا طبعا في الفترات الأخيرة كان أصبح دور العلماء هكذا أنهم يجتمعون ويخرجون من بعض التوصيات لكن هذه التوصيات لا تصل دهارز سدنة السياسة وبالتالي نحن نريد أن نكسر هذه القاعدة أن يكون علماء كما تفضل الإمام ماجد أن يكون العلماء شركاء بصناع القرار وأن يفرضوا وجودهم بشراكات مع هذه مع صناع القرار لأنك إذا كنت تعمل بعيدا عن صناع القرار وتتقدم بتوصيات ضيقة هذه لن تصل إلى الميدان لكن عندما تكون هناك ما يفعل المؤتمر المؤتمر الفريقي تعزي السلم دائما ينظم هذه المؤتمرات بالتعاون مع الحكومة الموريتانية وعندما ينظم هذه المؤتمرات يستدعي كذلك المنظمات منظمة الاتحاد الفريقي منظمات الدولية تحضر لهذه المؤتمرات وتشارك وهذه المخرجات كذلك تعطى لهذه المنظمات والاتحاد الفريقي أصبح يتبنى مخرجات هذا المؤتمر وبالتالي هي تدخل هذه المخرجات ضمن سياسة الحكومات وما دامت تصل إلى القرارات السياسية وبالتالي يمكن أن تكون فاعلة جدا على عكس ما كان في السابق أن هذه العلماء أو المفكرين أو الشعراء يجتمعون وحدهم ويقررون وخرجون بأشياء تتعلق بهم وبالتالي يقدمون هذه كي تكون إطارا يجمع فقط للعلماء لا هذا أصبح المتدى لفريقية تعزيسين أصبح شريكا للحكومات الإفريقية وكذلك يقدم مخرجاته للمنظمات الدولية ويدق ناقوس خطر هذه النزاعات التي تود بحياة الأطفال والنساء وبالتالي هو يحاول أن يفرض أجنداته على المنظمات الفاعلة في القرارات السياسية وبالتالي يكون شريكا هذا من ناحية من ناحية ماذا يمكن أن يقدم المؤتمر كما أسلفنا هذا المؤتمر يجمع عقلاء الأمة من المفكرين من الفاعلين لأن هؤلاء الأئمة هؤلاء المفكرون هؤلاء الصحافة الدولية وصحافة المحلية هؤلاء كلهم في تماثم مباشر مع المجتمع المدني ومع الفاعلين في إطارهم الضيق وبالتالي يوصلون هذه الرسالة لكي تكون هذه ثقافة مجتمعات لأنها إذا أصبح السلم ثقافة مجتمع هالمجتمع هو الذي يخرج أو نستخرج منه أو نستخلص منه هؤلاء الفاعلين السياسيين الذين يملكون القرار وبالتالي عندما تكون هذه ثقافة مجتمع طبعا سينعكس ذلك على القرار السياسي هناك ورشات وهناك جلسات علمية مفصلة تؤصل لأصل الداء وتصف الدواء وهناك رجال مختصة كذلك في استقلاص هذه المخرجات وتوصيلها إلى صناع القرار ومتابعتها حتى تكون بإذن الله منقذة لما يمكن أن ينقذ من دول الفريقين هذه الصراعات التي تعصفه المنبر واضح دكتور إشكال الخطاب المتطرف والأفكار الهدامة وسرعة انتشارها خاصة في هذا العصر الذي بات فيه العالم قرية واحدة أتاحت هذه الوسائط الحديثة من سرعة تبادل المعلومات وكم من هائل من تدفق المعلومات المجهولة المصدر ما لا يوصف كيف للعلماء والنخبي وسدنة الإعلام والمجتمع الدني أن يساهموا في نبذ هذه الأفكار وفي تحصين الشباب لأن أكبر من هو معرض لهذه الأفكار ولتلقف هذه الآراء الشاذة هم الشباب لأنهم عادة يغيب تحصينهم العلمي وحتى العقلي والفكري كيف للعلماء وكيف للنخب أن تساهم في محاصرة هذه الأفكار وهذه الآراء الشاذة وإشاعة ثقافة السلم والتعايش السلمي وذكر التنمية والحضارة بدل هذه الأفكار الهدامة صراحة الساحة أو الساحات هذه لا تقبل الفراغ إما أن تملأ بالخير أو يغيب الخير فيملأ بالشر ففي غياب العلماء الربانيين المتمكنين في الشريعة والدين في غيابهم وفي غياب هديهم سوف يحل محلهم التطرف والتعالم فلما استحيى العلماء الربانيون المحققون على الظهور في المواقع الاجتماعية الهامة الحساسة واستحيوا من ذلك وغابوا حل محلهم المتطفلون فعندما يغيب الشيء الحسن ولا يوجد فإن الناس سوف يشترون ما يجدونه موجودا على السوق فأرى أنه لا بد أن نمكن العلماء ونتيح لهم الفرص على جميع الأصعيد تلفزيونيا تواصلا اجتماعيا في كل ما يمكن التواصل إلى الشعب خاصة الناشئة الشباب فإن هؤلاء إذا لم يوجهوا توجيها صحيحا فإنهم يدمرون أوطانهم بأنفسهم يهدمون بلادهم بأنفسهم ويصبحون أجندة خارجية لتخريب بلادهم فلا بد من رعاية حكيمة وتوجيه سديد صحيح المسار لهذه الأيال التي تنشأ فما قلتموه سابقا أنه لا بد من التعاون بين سناع القرار ورواد المنابر هذه حتمية لا بد منها للوصول إلى ما تنهف إليه من إيجاد السلام في الأوطان فالعلماء لهم الكلمة ولهم التوجيه ولهم الإرشاد لكن تفعيل ما توصلوا إليه من إرشادات وتوجيهات تفعيلها على الصحة بشكل ملموس يعود إلى سناع القرار فلا بد من إيجاد شراكة بين العلماء وبين سناع القرار أي عن السياسيين لا بد من التعاون بين هؤلاء وهؤلاء من أجل الوصول إلى بلاد سليمة من التطرف الفكري ومن التخريب ومن النزاعات ومن الفتن التي لا تفرق بين رجل دين ورجل دولة ولا تفرق بين هذا وذاته نعم فلا بد من الرجوع الحميد إلى العلماء الذين تستنار بهم الدروب وتأخذ منهم فليس كل من يتصدر للفتوى أهل أهل الله فلا بد من الرجوع في كل فن إلى المتحققين به إلى أهله ليأخذ عنهم نعم رائع لو سكت من لا يعلم لا خف الخلاف أو إن عدم كما يقال دكتور في ظل هذا العولمة وهذه وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة التواصل كيف لهذه الوسائط وكيف لهذه الآليات الإعلامية اليوم أن تستخدم في إشاعة ثقافة السلمي والتعايش السلمي والتوجه للتنمية والحضارة بدل ما تشهده بعض بلداننا من سرعة اندفاع وحماس لذكار الهدامة والمتطرفة كيف للنخب أن تغذي هذه الوسائل بما يفيده وبما ينفع لتحاصر بها غير ذلك كما قال الأستاذ وهذه الوسائط لا تحتمل الفراغ هذه مشكلة مشكلة معروفة كبيرة جدا يعني مشكلة الوسائط الاجتماعية وكيفين الصناعة المضمون يعني الذي يخدم المجتمعات بدلا من المضامين الهدامة هذه مسألة عاوزة كده دائما بندعو إلى يعني توسيع فكرة المجتمع المدني يعني العلماء الصحفيين الإعلاميين ناس الشغالين في المجتمع الأهلي الإدارات الأهلية النساء الشباب الطلاب المعلمين الجامعات المراكز البحثية يعني لازم نوسع من فكرة المجتمع المدني يعني الفكرة دي يجب أن نستصحبها حتى من هذا المؤتمر يعني لأنه لو وسعنا القاعدة العريضة دي بنلقى فيه إمكانيات كثيرة جدا يعني ممكن تجتمع وتخلق مضامين جيدة وتخلق وعي بين المجتمع يعني دي مسألة مهمة جدا يعني صناعة الوعي مسألة طبعا يعني دائرة الناس يتجردوا ليها ويطلعوا ليها ويأخذوها بغدرها لأنه مسألة يعني عسيرة وصعبة العالم كله يشكي يعني من فوضى المعلومات يعني ومن الأفكار الهدامة التي يعني تتسرب إلى مجتمعات معينة ومجتمعات أخرى بغرض أو بغير غرض بهدف أو بغير هدف وبيقدي مشكلة التربويين والمعلمين كل ما وسعنا نطاغ المجتمع عن مدينة وعملنا شراكات زي ما دار مثلا ما زي الشراكة التي جبعها هذا المجتمع تكون حاضرة معنا المنظمات الإغليمية برضو بتوسع يعني زي الاتحادات الإغليمية المتخصصة اليونسكو والهيئات المؤتمر الإسلامي الاتحاد الأفريغي وهكذا ممكن الناس يعني يعني على النطاغ الأفريغي ممكن يعملوا مجتمعات زي دي تمشي تتنزل على النطاغ برضو الغطري يعني والمنظمات الاقتصادية وغير يعني أفتكر هذا عمل مهم جدا دائر يعني مجهودات كبيرة جدا وفيه بزر شغالة فيه يعني فيه ناس كتار جدا بحاولوا عبر الصحافة عبر ترشيد الاستخدام بتاع الميديا الحديثة عبر القنوات الفضائية وغيرها عبر الجلسات التربويين ومحاولوا يعني حاصروا زي ما أسى المثال بتاعه في السودان يعني السودان الآن يعني بسبب الحرب هذه يعني فيه فوضى من المعلومات ومن الأخبار لأن كل طرق يحاول لبس معلومات يعني عن هذه الجهة وتلك بصورة يعني مزعجة بشكل وممكن تترتب عليها آثار وخيمة جدا يعني ممكن يموتوا منها أشخاص يعني ويموتوا منها مجموعات وتحرق فيها يعني أغاليم يعني في داخل السودان يعني بسبب اطلاق هذه الشعاعات بقت من الأسلحة المستخدمة الهدامة لازم يكون في يعني نصيب المجتمع الخير موجود يعني يعني فلازم يكون يتصدى للآخرين يعني لأنه نخرج من السلبية وترك الساحة كما غير يعني لنشطاء في الشر يعني لازم الناس يتوحدوا يعني الخير موجود يعني والهيئات والجهات والأفراد والمواطنين الصالحين موجودين يعني فيجب أن يعني صده يقوم بهذه المهمة رأي أستاذ في نفس الإطار هذه الوسائط وهذه التكنولوجة الحديثة كيف لنا أن نستخدمها في الخير وإشاعة ثقافة ثقافة السلم وتعيش وتوجه للحضراء ومحاصرة الأفكار حتى وإن لم نستطع ضبطها وتحريم نشرها نبين عوارها ونبين فسادها بطريقة حديثة تمكن من الباحث عن الحق غير المؤدرج أن يطلع على خطرات الأفكار لهدامة وأن يجد مسلكا للخير نعم وفي قضية مهمة جدا في قضية ما يسمى بالسوشال ميديا هذه وسائل الوساطة الاجتماعية هناك في غياب للأئمة والعلماء ثم هم الشيخ هنا العلماء الربانيين لأن هناك في نوع من الفجوة بين تواصبنا الأجيال أنا أقول حقيقة أن هؤلاء الشباب هناك في منهج معين هم يستمعون إليه المنهج هذا يعني فيه جاذبية إعلامية وإن لم تتحق الجاذبية الإعلامية إلى هؤلاء العلماء العاملين ما يسمعوا إليه الشباب لهم فهناك في ظني أن صناع القرار في بلاد الأفريقية لابد من وضع ميكانيات الإعلام في يد هؤلاء وتدريب الأئمة والعلماء على استخدام الوساطة الاجتماعية أقول لك مثلاً إن تشوف واحد مثلاً يكون يدعو الإخطاب الكراهية شخص كما يقولون يعني ليس متعلم ولا عنده فقه لكن عنده أدبع كثر لأنه الأسلوب بتاعه الجاذبية يؤثر في الناس وبات رقماً بغض نظري عن مستوى وعن أصبح من المؤثرين بيسموني فلونسر مؤثرين فالقضية هنا أنت لو تحدث في مسجد تعمل خضرة في مسجد عن السلام والسلم وما يسمع إلا قليل من الناس وهذا درجة عدمية ألف واحد على الفيسبوك وعندية ألف واحد على تويتر فكيف يمكن لهذا العالم الذي يتحدث مثل هذا الحديث أن يوصل لهذا وذلك الشيخ العلمة الضري من بي يقول التأصيل والتوصيل كيف توصل هذه المعلومات للناس القضية الثانية يعني قضية المرأة دور المرأة عنده ذو كبير جداً في حركة السيمون للسلام وفي ظني يعني لا يمكن يغيب على الناس تفعيل دور المرأة في العمل المتعاملات العمل الاجتماعي والعمل في المساجد والعمل في دوائر لابد من تفعيل دور المرأة في هذا المجال والقضية الثالثة التي أحب أن أقولها أنه هناك يعني تصور على الآخر لابد يصحح هذا التصور الآخر إما تصور عرقي جاي من العنصرية أو تصور طبقي أو تصور ديني هذا من الأفكار التي كنا تحدث عنها نعم نعم هذه التصورات لابد من تغيير التصورات التصور عن الآخر ولذلك بعض الناس قال كلمة آخر هذه كلمة أخ داخل كلمة آخر فالآخر هذا يعني أخ لك إما في الدين أو في الإنسانية فالقضية هي في مجال نظري تحتاج تضافر الجهود ولذلك أنا مثل هذا المؤتمر لماذا تعتبره مهم جدا لأنه هو المؤتمر يخرج بطوصيات والطوصيات هذه كل بلد معين يأخذ هذه التوصيات ويتفاعل بها وينفعل بها نحن نشخص الداء كما قيل ولكن لابد كل بلد يعني تأثير هذه الأفكار لابد مرأة خصوصية البلدان فالنظر في تطبيق هذه الأفكار على الواقع المعين الدكتور الغالي تكلم عن السودان أنا أرى يعني كما قال هو كمية من خطابة الكراهية يعني حديثا رأيته أنا على السوشال ميديا يعني منك فعلا يؤدي لحرق مدل للأسف ولكن كيف نقابله لابد من إمكانات كديرة للرد على بتهذهب وحتى انتهاج الآليات التي انتهجها صاحب هذا الخطاب لابد من نفس الآلية لكي يكون الرد موازيا لقوة أستاذ وقتنا مات لياسر إذا كان هناك ترخيص لما يرد المؤتمر أو ترخيص لمضمون ما يسعى إليه المؤتمر وما تسعى إليه مثل هذه الملتقيات وإمكانية توسيعها كما تفضل الدكتور وإشراك المجتمع المدني وإشراك الهيئات والاتحادات الدولية ناشطة في هذا المجال حتى تكون قاعدة تأثير أكبر وشرك الجميع كلما تسعت قاعدة التأثير بالنسبة للمؤتمر الفريق التعزيسين في دورته الماضية التي عقدت هنا قبل أشهر كان هناك كم كبير كان هناك عدد كبير من الشباب كانت هناك قمة للشباب والمرأة هذا ضمن توسيع دائرة تأثير المؤتمر لفريق التعزيسين وبالتالي نحن في المؤتمر الفريق التعزيسين نعمل على توسيع دائرة تأثير لأن كل جزء من المجتمعات في إفريقيا له تأثير وله دور في هذا الشيء بالنسبة لقضية العلماء نحن نطالب دائما فتح منصات للعلماء أن يكونوا مفتحين على هذه الفضاءات لأنه من المشاكل الحقيقية أن الأئمة والدعاة والعلماء يكونوا دائما في نطاق ضيق في المنابر في المساجد يعني يكون تأثيرهم ضيق جدا لا بد من الخروج والمواجهة وهذا أما الشيء الذي قام به الشيخ عبدالله مبيع عندما قام بتأسيس منتدى أبو الله بالسلم الذي كان يسمى منتدى المجتمعات المسلمة هذا المنتدى عندما أسس دخل إلى الفضاءات كلها وبالتالي صارت هناك مواجهات بين الفكر المعتدل الذي يمثله الشيخ عبدالله وبعض الأفكار والإيديولوجيات المتطرفة وبالتالي نعته الشيخ ونعته فكره ومن يسير فلكه بأوصاف شنيعة وهذا ما يخافه بعض العلماء والدعاة يخافون من هذه الفضاءات لهذه الأسباب وبالتالي هذا تحدي لا بد للعلماء أن يخوضوا هذه التجربة وأن يكونوا مستعدين لدفع ضريبة أصحاب هذه التجارة التي تروج لفكر العنف لأنك إذا دخلت بالاعتدال وبالسلم على قوم يتاجرون بالحروب فإنك ستواجه أمرا جلل وبالتالي يجب أن تكون مستعدا لهذه المواجهة هذا ما قرره الشيخ عبدالله أمبي دخل على هذه الخطة وبالتالي ترى الآن بأن فكر السلمي أصبح الآن في إفريقيا أصبح الشيخ يعقد مؤتمرات في كندا في اليابان في كل مكان وبالتالي هذا فكر دخل البيوت وبدأ حتى أنك صرت اليوم تسمع ويقول لك الشيخ جاء بدين جديد هذا نفس النعت الذي كان منعته به النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بدين جديد وجاء يسفه آباءنا ويسفه هذا كله إرهاصات لنجاح هذا المشروع الذي هو مشروع السلم وبالتالي توسيع هذه الدائرة بدأت تتوسع بدأت تستقطب علماء من إفريقيا من القارات كلها وبالتالي فكر السلم الآن فكر منتشر واتضح كذلك أن هذه الحروب التي خاضها المتطرفون في كل مكان في العراق وفي سوريا وفي ليبيا هذه كلها جاءت بالخراب والدمار لهذه الشعوب واتضح اليوم أن الأمة فعلا في حاجة إلى أن تعيد النظرة في خطابها وأن تعيد النظرة في كل أسلوب الحياة عندها لكي تعود من جديد للبناء والتعمير للسلم والسلام للألم والأمان لكي تقوم من جديد وبالتالي نحن أمام مشروع حضاري حقيقي إذا ما أخذناه بعين الاعتبار يمكن أن نعبر به إلى طريق صحيح يوصلنا إلى ما نصب إليه دكتور لمغامل وقت الكثير كانت لديكم خاتمة وكلمة أخيرة تودنا تختم بها ما يمكن تلخيصه في هذه العجالة أنه لا بد من تجديد الخطاب الدين ومخاطبة الناشئة والأجيال الناشئة بما يفهمونه وبما يتلاءم مع العقلية التي ربوا عليها أتحبون أن يكذب الله ورسوله خاطب الناس على قدر أقولهم أتحبون أن يكذب الله ورسوله والحبيب يقولون يبعث الله على رأس كل مئة عام من يجدد أمر هذا الدين أي أن نص باقي لكن فهم النص يتجدد يبعث الله على رأس كل مئة عام من يجدد أمر هذا الدين ينفون عنه تحريف الغالين وانتعال المبطلين وتأويل الجاهلين فلابد من مخاطبة الأيال والناشئة بخطاب يتلاءم مع البيئة التي يعيشونها ومع الحالة الاجتماعية التي يمرون بها فإذا لم نقدم على خطوات كهذه فإننا سنفتح مجالا لأعدائنا من أيل أن يتخلخلوا ويتسللوا إلى بلادنا ويوحوا إلى شبابنا ما يدمرون به أوطانهم فاختلاف أصحاب الحق فرصة للمتربصين إذا اختلف أصحاب الحق فإن صاحب الباطل سوف يحتكمون إلى صاحب باطل نحن في بلادنا إذا لم نسد هذه الثقرات وقمنا بالتنازع والتحارب سنفتح مجالا لأعدائنا ليدخلوا إلى بلادنا ويخربوها ويدمروها بأيدينا نحن هناك سورة يراها الجميع غزالة تتناحر مع غزالة وجهل أمر الزئب فإذا بالذئب يتربص تناهر وتنازع الغزالة تاني هذين وينقض عليهم فنرجو من الله تبارك وتعالى أن لا يكون حالنا كهذه الغزلان نعم شكرا جزيلا دكتور قدروا كريمة خير لا 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 تتزغرن شيئا من المعروف أنا أفتكر اللي يعني هذه الدعوة هذه المبادرة هذا المؤتمر ممكن يكون فرصة جيدة جدا وأنا يعني سعيد به لأنه أقر ما يشعر به السودانيون يعني على الأقل تقدير يعني كجزء من المنظومة كله بتاعت الساحل وأفريغي وكده لأن المسألة الحاضرة الآن وصلت حدة من الأزمة في السودان أنا أفتكر أنه عبر المؤتمر بالخطاب الإطاري عن المجتمع السودان المستنير الذي يدعو إلى أن الحال يكون سودانيا مع استبعاد التدخلات الأجنبية السالبة مع التزام المبادرات التي تأتي من الأصدقاء ومن المجتمع الإغليمي والدولي والأممي داعيا إلى الحياد بين أطراف الصراع حتى نصل إلى ما نبتغيه أنا أفتكر أنه لا خلاف على كل ما سمعناه في هذا المؤتمر وأرجو أن يكون يوم غد يعني يوم للحصاب نستجمع فيه يعني الأفكار التي طرحت في هذا المؤتمر لأنه يعني الوضع في السودان حري جدا وخشيتنا على السودان من أنه يصيب بالضرر بغية بلدان أفريغيا والمنطقة يعني الوضع حري جدا دائر معالجة يعني حكيمة جدا وبعضها يتعلق بالصراع الآن الآن يعني الوضع الآن اللي هو بحتاج لإيواء وبحتاج إلى علاج وكساء وغزاء ومخاطبة الجيران والمجتمع الدولي أنهم يعني يرفعوا بما يدور ويفتحوا مسارات للناس الخارجين من جحيم الحرب يعني وإنهم يعني يحاولوا يكفوا من غلواء انتشار السلاح ومخاطبة الأطراف وما بغى من في عقول المتحاربين يعني حتى توقف يعني يوقف توقف الحرب اللي هيدي الدعوة أي غونة المؤتمر أنه الدعوة إلى إغاف الحرب بعجل ما يكون حتى يبدو في المراحل الأخرى التي تطلب جهد آخر والجهد الآخر المطلوب ده بيكون يصف في نفس اتجاهات هذا المؤتمر الأفريقي شكرا دكتور نعم في الختام أنا حقيقة أقول أن نحن نتحدث الآن وهناك نساء ثكلة وأطفال يتم يعني أيتام بسبب هذه الحرب والحروب التي في المنطقة وخاصة في بلدنا السودان أنا أقول أن هناك جرائم نراها اليوم جرائم للحرب تحدث كل يوم وهذا الأمر يتطلب يعني قوة عزيمة من الناس أنه لابد لوحد تتكلمتهم كلمة سواء لوقف هذا النزيف الدماء وانتهاك الأعراض وتشريد الأطفال كما قال الشيخ عبدالله من بياه لابد أن نطفي الحريق قبل أن نسأل من بدأ الحريق إطفاء الحريق يعني إحنا كالإطفائي يذهب إلى الحريق مشتعل أنقذ ناشف الأول أوقف الدماء أوقف التخريب وبعد ذلك نلعقل ما بدأ الحريق رائع جدا شكرا جزيلا لكم جميعا مشاهدة كرام في نياتي الحلقة برنامج جهد المساء شكرا باسمكم جزيلا شكرا ضيوفها الكارم وهم السادة الأستاذ حمزة المحفظة هو مسؤول لجنة الإعلامية المؤتمر الإفريقية لتعزيز السلم شكرا جزيلا لكم أستاذ أرمات أفضلتم به الدكتور خالد سيف الإسلام سانا وهو عضو مجلس كباري العلمائي ببركي نفاس شكرا جزيلا لكم الدكتوران الفاضل دكتور مرتضى الغالي صحابين وأستاذ الجامعي شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به الإمام محمد ماجد وهو مدير مركز آدم الإسلامي ومفوض الحقوق الدينية بأمريكا شكرا جزيلا لكم شيخنا الفاضل على ما تفضلتم به أنتم مشاهدي الكرام موصلوا لكم شكرا إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج نتناول فيها موضوعا آخر رأيهمنا جميعا إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحذر اشتركوا في القناة